برضو اللي نقول بقى الكسل بقى اللي هي الناس الكسولة أو ما عندهاش معرفة شخصية لذاتها دي حتة جدا مهمة أنا ما عرفتش أنا مش عارفة سبحان الله كله ميوصر لما خلق له دي حديث على الرسول عليه الصلاة والسلام فيعني كل إنسان ميوصر لما خلق له يعني أنا المفروض أعرف إيه هي ميزاتي إيه تيوغد بالك إيه اللي ربنا خلقه فيه اللي أنا لو شفت الطريق ده وشأته وكده هبقى متميزة فيه دي حتة جدا مهمة يبقى كل واحد لازم يدرس شخصيته برضو الخطة ما بتتحطش كده يعني ممكن الخطة اللي تلقى وتنفعني أنا ما تنفعكيش إنتي ما تنفعش الغيرنا ما تنفع إنتي وغدبالي فكل واحد ليه خطة على حسب شخصيته هو فاللي هو لازم يدرس شخصيته ويعرف ميزاته عشان يعرف يحقق أهدافه بأبسط الطرق ويعرف يرتب أولوياته أنا أولوياتي غير أولوياتي غير أولياتي أنت فهماني بالشكل ده صحيح فلازم لو يدرس برضو دي حتة جدا مهمة كتير جدا بتبقى المعاك لو هو مش عارف شخصيته أصلا فمش عارف أولوياته بالتالي فمش عارف أهدافه فيه بيعيشه بقى الحياة كده إيه زي بقوله سبها لا لا أو يعني مش أنا عايش بأيكل واشرب زي ما تيجي تيجي زي ما تيجي تيجي بالزبط كده فاللي هو يحدد شخصيته يعرف اللي هو طبعا بالطريقة دي أولوياته ويقول أنا والله فيه مميزات كذا طب يبقى المجال مثلا لو مجال شغلي يبقى المجال ده هو أحسن لي أفضل لي لإني مثلا حد مثلا طريقته الإلقاء الجيد كذا يبقى ممكن يكون إعلامي ممكن يكون خطيب مفوه ممكن يكون كذا فيه زكاءات على فكرة برضو ياريت والله الكل يدرسها الزكاءات دلوقتي ما شاء الله ببقيتش سعب عبقت كتير قوي يعني يدرس الزكاءات يشوف نوع زكاءه إيه هل هو زكاءه اجتماعي هل هو زكاءه اتبقى بالك بصري هل هو زكاءه وبيئي فيه أنواع زكاءات كتير جدا فإدرس الحاجات دي عشان لما يجي يحط بما يلائم ليه هو واللي هو يسهل عن نفسه وتبقى الخطة ليست حمل عليه ولكنها معينة ليه ترجمة نانسي قنقر